هاي جيرلز عمليين ايه رب تكونوا بخير الفيديو النهاردة هيبقى يوم منقص في حياتي التو بما ان اغلبكم طلبوا مني فحبيت اللي انا اعملكم جزء تاني ولو حبيتوا اعملكم جزء تالت اكتبوه لتحت في الكومنت وبس يلا بينا نبدأ بالفيديو سحيد غسلت سنيني وبعدين غسلت وشي بغسول ستارفيل وبعدين اتودت وصليت وقرأت الاسكار والورد بتاعي ودي طبعا اول حاجة لازم تبدأوا بيها يومكم واليوم هنا كان مشمس اكتر فحبيت اشارككم منظر الاشجار وشكل الطبيعة لو انت اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا تحت في القناة واتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبكم وبعدين فتحت شباك القوضة علشان دوق الشمس يطخل وبعدين رتبت سريري وحضرت وجبة فطار وحبيت افطر فطار صحي فعملت شفان باللبن والقرفة ويعنبت وده احلى فطار ممكن اللي انتو تفطروا بيه ويصحيق جدا وطبعا جيه وقت الريدنج تايم وهنا كنت بكرأ في كتاب العادات السابع لشان كافي وبعدين حضرت حصت زي امريكين انجليش وكنت قاعدة بحفظ كلمات الحصة وطبعا جبت الادوات اللي بستخدمها الاقليم والجلو والورق الملون علشان اكتب عليه الكلمات لو حبيتوا اعملكم عن زي امريكين انجليش اكتر وازاي تطوروا من الانجليش بتاعكم اكتبوه لتحت في الكومنتات وهنا بقى بعد غروب الشمس حبيت اصور لكم شكل الطبيعة كان الشكل لطيف جدا وكان الجو جميل جدا وطبعا يومي مش بيكمل غير بالايس كوفي فعملت ايس كوفي طبعا حتيت الاول نس كوفي بلاك وبعدين حتيت سكر طبعا حسب ما تشربه وبعدين حتيت شوية مية ويقلبتهم لغاية لما عملوا فروم وبعدين حتيت تلج وفي الاخر اللبن وبكده اكون خلصت يومي المنجز ولو حبيت اعملكم اجزاء تانية من الايام المنجزة وحاجات مختلفة اكتبوه لتحت في الكومنتات وبس اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة شكرا 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 شكرا